اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة فكان شيخهم في بيت النظارة اشتركوا في القناة 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 قد لا يحصب لكن ده نمازج منها وشع منها نور القرآن طوال 200 سنة الماضية ولا زالت بفضل الله تعالى تدرس الناس وتعلمهم امر دينهم دور المسيد مسيد الشعب دلباقي من قير العلم والتعلم كما ذكرنا انه له دور واضح واسهام كبير جدا في الإيخاء بين القبائل نذكر مثلا واقعة كانت العداء بين قبيلة الشكرية والبطاحين مضرب مثل في العداوة ولكن الشيخ عبدالباقي بحكمته وحنكته صاهر بينهم والعلي المتحدث امامكم الخليفة حمد المجتمع انا يمكن ليه جدا من قبيلة الشكرية فصارت الحال بينهم وبين الشكرية في ود تام وانسيام كامل وامر ابنه الشيخ طلحة اللي هو الناظر الاول في الحكمة الإنجليز والخليفة بعده ان تزوج من قبيلة الكواهلة فانجبت له الشيخ محمد طلحة الناظر الثاني والخليفة الثاني لقبيلة البطاحين وله امتدالات مع القبائل الاخرى من الجعلين ومن المسلمية ومن المغاربة وغيرها من القبائل الشيخ عبد الباقي بشام البطحاني توفي في العام 1292 هجرية وقد عاش 63 عاما ربنا اكرم في هذه الفترة وهو كامتداد لأجداده من المتصوفة من أبناء البطاحين جد الشيخ فرح والتكتوك اللي سبقوا ب400 سنة تقريبا وجد الشيخ طلحة الابيض البطحاني والشيخ عرفات والشيخ نعيم الشيخ عبد الباقي جاء من بعدهم وربنا اكرم في هذه الفترة انه يكون خير امتداد في تنشئات والتربية والتحزيم أبناء البطاحين إن كان حاتم الطائي مضربا للمثل عند العرب في الكرم فهؤلاء سار الركبان السودانيين بكرمهم وطيب معشرهم وسماحتهم فعيال الشلاع اسم آخر لهذه القبيلة يضربون أعناق الإبل لكل من نزل دارهم تشهد على ذلك تكية كهلهم عبد الله والبلال في مدينة الحاج يوسف لمؤسسها شيخ كريم من شيوخ البطاحين وهو الشيخ الحاج يوسف والدهاش قد سار الناس باسمه لعقود طويلة وكل من يسكن تلك المدينة القابعة في أرض البطاحين يحفظ اسمه ومآثره عن ظهرقا هذا ليس لوحده فهناك أهرامات أخرى لهذه القبيلة لن ينساهم التاريخ في أكثر صفحاته بيضا فيكفيكهم ذكرا حكيم الأمة السودانية الشيخ فرح والتكتوك فهو بطحاني الأصل والنشأة تربى على كرم وأصالة وفراسة من أجداده من فك يوزع إرثه وأجداده في بقاع السودان المختلفة هم كبار في كل شيء وسير قاداتهم تملأ الأفق وحري بكل سوداني أن يعرف ويفخر بهؤلاء النفر الكرام من هذه القبيلة العربية الأصيلة التي امتزجت مع النسيج السوداني حتى أصبحوا ضلعا أساسيا ورافدا يغذي قلبا أمة السودانية بكريم الأصل والطبع أهل هذه الديار أصحاب ماشية بأعداد ضخمة لذا تجدهم يمتهنون مهنة الأنبياء في رعايتها وسعايتها فأكسبتهم الصبر والشجاعة والكرم والمرؤة ويتجلى كرامهم في مواسم القحط والشح فحينها يطلقون سواعدهم بلا منة على أحد فيعين جيرانهم وضيوفهم على نائبات الدهر وقبيلة البطاحين تمتهن بصورة أساسية مهنة الرعي يحتمدون في معاسم على تربية الألبل والضان وهم رعاة وكذلك يحبون الصيد ويحبون حياة الفر والكر وهم غو وليباس وغلشتة وأتوا بذلك من جزيرة العرب وأكبر دليل على ذلك قول الشاعر السوداني المعروف عبدالله محمد عمر البنة في مدحهم وضحاء مكة تدري أنهم عرب أهل العلا ولذا سموا وطاحينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مدينة أبو دليج أو أبو دليج كما هي في كل الوثائق المعتمدة لدى القبيلة هذه المدينة هي حج البطاحين ووجهتهم وصرة أرضهم ومركز قيادتهم وهي مدينة على قدمها التاريخي لكنها كحال المدن السودانية الأخرى لبثت ثوب الحداثة وتلفحت بكل مستحدثات العصر الحديث فهي تتميز بشكل عمراني متفرد كبناء الحجر الذي يقف شاهدا على ذلك بها كل ما تريده كزائر أو مستوطن لن تنقصك حاجة من حاجياتك هنا على الرغم من وعدها النسبي عن المركز لكن من الملاحظ أن هناك ببان عتيقة قدمها من قدم المدينة نفسها ووصل عمرها لأكثر من مئة عام حتى أصبحت تندرج تحت وصاية منظمة اليونسكو التي تعنا بالآثار في العالم أجمع تقف المدينة الشاهدة على تاريخ تليم وعلى كل قطرة مطر نزلت في هذا السهل وكل دم سال لكرم الزائرين ضيوفا كانوا أم أصحاب حاجات أبو دليب لها باع طويل في التعليم بدأ بتعليم القرآن الكريم في خلاو المنطقة إلى أن تأسست أول مدرسة لتعليم الأساس سنة 1912 ومدرسة متوسطة في العام 1973 ومدرسة ثانوية سنة 1993 لتبدأ هجرة طلاب هذه المدينة غربا إلى الخرطوم ليكمل تعليمهم العالي كما أن هناك شبكة كهرباء عامة دخلت الخدمة في المدينة في العام 2012 قطاع الصحة كان حاضرا فكان هذا المبنى لمستشفى أبو دليب ساهرا على صحة أهل المدينة منذ سنوات عديدة كأم رؤوم تخاف على أطفالها من المرء موسيقى موسيقى أهل الأبو دليج شهودا على ذلك بالمحكمة الأهلية التي تتبع لمحكمة بحري على الرغم من وجودها إلا أنها تعتمد إلى وقتنا الحالي على شكل القاضي العرفي وعلى شكل حل الخلافات بينهم دون الحوجة للدخول في تفاصيل أهل القضاء التي تأخذ وقتا للبت في الخلافات فهم لحمة واحدة لا يحبون أن ينظر الآخرين إلى خلافاتهم على قلتها موسيقى مع كل تفاصيل هذه المدينة لن ننسى أن نمر على شاهد العصر وعلى مجدها وتاريخها التليد سوق أبو دليج العتيق وهو سوق لتجارة الماشية بأنواعها وأعمارها وأوسامها فكل القبائل تبيع وتشتري وكل له وسم على عوق ماشيته تدار هنا ثروات هائلة من الماشية كان لزاما على شرف القبيلة أن يكون هناك فرد يسمى الضامن يعرف الضامن كل صغيرة وكبيرة عن الماشية وأوسام القبائل المختلفة حتى لا يقول الناس أن هناك حق ضاع في سوق أبو دليج ونسبه للبطاحين أنا ضامن السوق وقبل كان ضامن سالم محمد سالم لكن كبير كبر وقعد بفاعته بحياته استلمتنا السوق من بعضي والحمد لله يعلّا اليوم ضامن أنا والقبائل دي ما بتضيك الضمانة إلا بيسغة لأنك تكون مكتملة فيك السغة تعرف أي جبيرك تعرف وسيما في السوق شنو تعرف الحرام اللي بيه داخل السوق شنو تعرف الزيد لا سيق البهايم هولو واللمين هولو اللي أنا الضمين غريم أنت بتحافظ على رقبتك وبتحافظ على مرة الجبائل أنا بطحاني أصلاً أماً وأماً وضامن قبيل تعالى ضامن سوق قبيل سلبطاحين كل جبائل السويدان هنا كل مختلف الجبائل أنا بضمان في سوق أبو دليج وكل الجبائل مفاوضان تفويض كل الجبائل اللي عمدوا المشيخ مفاوضان تفويض أي جبائلة ما في جبائلة بوسماء بيش باعرفيه عندك الشكرية بوسم المطاري هناك من الناس ب demanded thankinn عندك رفاعة بوسم الأطبائر بوسم الأشخلوب يعني القبائل المختلفة القبائل المختلفة عندك كمالاء والمروما بوسم الرسم ورقال بلغة هم بقول هسان عندك الخاصانية بوسم الكرة internationale هناك من جبل بوسمه الكراد والرقال والمغيذر لينك القارب بوسمه الخد عندك الجارين بوسمه العمون فيه الناس يسمى العمودة القولادة عندك المسلمين يسمى الضدر مدقائك فورا قبال يعني كل قبال عندك حتى البطاطين زاتهم مختلفين في الوسف بلد السوق كات رواكيد موسوق السوق يسمى رواكيد وكان بفرسي لكن أصلا السوق البطاطين ما فيه زمن برع إلا جول إيجي ناجح شعله وصل والله شطة والله ملح وخطة شق آخر من السوق لتجارة كل شيء لمعاشي الناس تجد هنا كل شيء بأثمان يتحملها الجميع ففي دار البطاطين لن تعود بخفي حني موسيقى ترجمة نانسي قنقر كل هذه المدينة بسهلها ووعرها وهديانها حكرا لعيال شلاعة وإن كان هناك القليل يشاركهم المدينة لنسب أو طمع في كرم البطاطين وجودة جوارهم فلهم بها أحد عشر فرعا يمثلون قبيلة البطاطين يلتفون حول نظارتهم ومبناء الواقع في قلب المدينة ومركز قيادتهم وناظرهم هنا رمزياتهم الكبرى واستقبال ضيفهم للمختلف القبائل السودانية الأخرى البطاطين يتكونون من أحد عشر فرع وهما البتباب والديفلاب والصحباب والعفكشاب والهديباب والعسافاب والعلاماب والشبلة والعوضاب والعسافاب كل هذه المكونات الحداشة تكون قبيلة البطاطين للشعر والغناء والطرب نصيب في حياة قبيلة البطاطين متأصلة فيهم ساعة وساعة من غير خدش للحياة الحماسة والشجاعة تسيطر على أشعارهم ولهم شعراء من كثر لا يسعنا الوقت لذكرهم أجمعين لكن طاها والدشلهم وعثمان جماع والفنجري وودنايل لسان للقبيلة للرد على نظرائهم فإن الفخر بقبيلتهم ديدا وشطر أبياتهم وعجزها وشطر الحماسة والطرب الآخر هو النحاس وما أدراك من نحاس هذه الآلة الإقاعية المتفردة في مكوناتها وصناعتها وأنغامها ساحرة القلوب ليست من فرع فهي مرتبطة بكل شيء في حياة ابن هذه القبيلة بأفراحهم وبأتراحهم أيضا لكل حدث نقر وشتم مميز يعرفونه جيدا النحاسة نحاسة في العرب كانت فيه وثاني في السودان في أفريغة موجود يكسر كل زعماء العشائر الموجودين في السودان أي واحد يكون عنده نحاس ما عنده نحاس ده ما يعتبره قليل ما كثير ما عنده سلطة كبيرة النحاسة تقريبا ويكون حاجة بتاعت سبعمية تمنمية سنة لأنه ظهر في السلطن الضريقة وبدايته كانت عنده البطاحين والتوأم بتاعتنا اللي هم دارفور سلطان علي البينار فبيناته اللي بني شفرح كان مواصلات كبيرة جدا عندما يسمع صوت النقر على الجد هذا يعني أنهلموا فإن هناك أمر هام قد حدث واقصدوا حالا بيتا مظارة متوشحين سيوفكم لتروا ما الخبر إن كان هناك فرح رقصت طربا وإن كان غير ذلك كنت على أهبة الاستعداد لتلبية أمر الكبير أما اللي حاضة دائم زيما القبيلة كون وهو يأمر بيهم عنده يوم معين يقول دبوه فيه لكي القبيلة كلها تجمع على بعدها وطبق كرجل واحد بدقة الدقة اللي بعملها دي كخلفها يستعملوا في الأفراح أو في النعرات الغابرية أو توفى شخص كبير في العائلة في اللبيلة كلها يدربون نحاس بينا الحريم برزحة نعلوه والزول فقط داجل الرجال لا تنبكوا وفيجوا على النحاس لنحاس البكة بتاهم بيزيد الحزم في حيات معينة ودقات في الشتم لأنها بالنحاس دقات حاطة للمعاملاتهم هنا الكل سكران طربا لأنغام الجلد العتيقة الضاربة بأقدامها في عمق البطاحين مع كل نقرة وشتم تتموج الذاكرة بالأسلاف الذين مضوا تاركين هذا الإرث الكبير يستعرض هؤلاء بأسيافهم تاريخ الأجداد وعطر النفس وقطرات العرق فرحا كان أمكرها تلبية لصوت الجلد ليخلد لأطفالهم ذكرى رجالات البطاحين منذ أمد بعيد وكل الشواهد تشير أن هذه القبيلة يصولها عربية وكذلك لديها أواشج وأواصر مع المكونات السودانية الغديمة وهم حرسين كل الحرص على التواصل مع كل مكونات المجتمع السوداني كانت الكاميرا هنا ترصد قبيلة البطاحين لتفاصيلهم الأحرابية الممزوجة في دم الزروج سودانيين حتى المخاع بعضا من عاداتهم وتقاليدهم وإن كانت الحقيقة عنهم ناقصة لن تكتمل إلا بجلسة في ديار ناضع وبيت نظارة لترى بأم عينيك أن عجب الوجاب سيدهشك إنسان هذه المنطقة بما لم ترههم قبل زور أودلي حيث عبق التاريخ وجمال الحاضر وبنفسجية المستقبل سودانيون مررنا من هنا مررنا من هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر